اشتركوا في القناة وعمل أسئلة صراحة يعني كل ما أفكر ألاقي كثير من الأسئلة تتوارد إلى ذهني ولكن برجع إلى التعليم كيف يؤثر التعليم على شخصية ومبادرات الإنسان وإراءة أول ما أعطيت الثقة ومسؤولية تطوير سوق العمل كوزير للعمل والشرون الاجتماعية كان ذاك الوقت شعارنا أن نخلق المزيد من فرص العمل لاستيعاب مخرجات التعليم للقضاء على البطالة هناك عنصر واحد أساسي يجب أن نأقدر في عين الاعتبار التعليم ثم التعليم ثم التعليم لأن على شأن تؤهل هذا الإنسان يجب أن يكون مؤهل ويجب أن تكون مخرجات التعليم صالحة وجيدة وقادرة ومؤهلة للاندماج في سوق العمل وتلبية احتياجات سوق العمل تبقى هذه الحقيقة راسخة ولكن أيضا الآن خضعت الكثير من المراجعة نظرا لتطور الأعمال بحد ذاته وتوسع مجالات التعليم إلى أي مدى أنت سوف تسلع هذا القريج بأي نوع من التعليم الذي يخليه بأهل لدخول سوق العمل والاندماج فيها أصبحت عملية مستحيلة تواجهها العالم ككل والبحرين منها يعني ولذلك يجب أن لا نطلب من التعليم أكثر من طاقته وأكثر من دوره يعني التعليم يطلع له دور يعني ومش على أن تقول أننا لازم نركز على الأساسيات لبناء بحريني قوي يستطيع أن يتفاعل مع الأدوات الحديثة ومن ثم نطلق للعنان في التعلم بالتدريب نعم يعني التعليم يجب أن يكون مسار لتوفير الأساسيات في التعلم شوف دول كثيرة الآن قلصت ساعات الكاذب التاب أعتقد السويد واحدة من أبرز الدول اللي قلصت ساعات التدريس واللي قلصت قضية الهومورك والواجب المنزلي وقضت علي تماماً طالب هذا خلي روح يرتاح ويمارس تشاطات أخرى غير بتعلم لأنه ما عاد بإمكان التعليم أن يوفر هذه الكفاءات اللي تطلبها سوق العمل يبقى المسهولية تقع بعدين على المسار التدريبي والتاهيل والتنمية اللي تقع على عاتب المؤسسات اللي تحتاج الموظفين خذ على سبيل المثال أنت لما طرحنا برامج تدريب الميكانيكي السيارات لأنك يطلب عليه في التدريب حتى في التدريب نفسه فذلك هذا المسار طيب أنت بتعلم هذا الطالب أو بالدربة هذا المتدرب على أساسيات ميكانيكية السيارات على أساسها كذا في أحسن الأحوال على الوضع الحالي ذاك الوقت مثلا إذا تكلمنا عن التسعينات في بداية التسعينات مثلا في هناك تكنولوجيا معينة تعتبر في هذا في أحسن الأحوال دي طيب هذا على المال ما يتخلص ويكلص ويتخل السوق جاءت موديلات جديدة وتكنولوجيا جديدة وإلكترونيات معقدة لازم صاحب العمل هو يكون مسؤوليته هو الاستمرار في توفير التدريب أو القطاع الخاص في البحرين في أكثر منذ ذلك الوقت في أكثر قطاعاته أدرك هذا المهم على سبيل المثال السيارات ما أذكر أسمعه علشان لا تسمع على سبيل المثال كل شركات السيارات الكبرى الرائدة فتحت مراكز التدريب يعني لما يتخرج الطالب من المدرسة أو حتى من التدريب في معاهد التدريب السلمة الشركة والأهلة وكانت مراكز جدا متطورة ونظيفة ومؤهلة لتدريب القريجين لكي يدخلوا بمهنية بمهنية لسوق العمل وطبعا بعدين يجي إعادة التدريب لا تنسى أنك التدريب طبعا ما ينتهي بأنك تنجح في توصيل المتدرب إلى سوق العمل وتدريبة تأتي بعد قضية إعادة التدريب واستمرار التدريب لأن التبرية التدريب شيء مستمر مدى الحياة التعلم للمعارات الأساسية لا هذا الأساسية والتدريب مستمر ونحن عدنا القاعدة الإسلامية موجودة من المهدي إلى اللحد طب العلم نعم طب العلم من المهدي إلى اللحد عطونا عطونا يارأسسون لأن ديننا وضعها يحفز على هذا هذا ما أصبح هذا أصبح ضرورة بالضف أنك أنت أحد القلعات التي يمكن أن تؤمن بها كإنسان تؤمن بالله تؤمن بضرورة التعلم المستمر الاستثمار في الموارد البشرية كثير من الدول تستثمر في الموارد البشرية كمصدر أو مر رافض لها مثل النفط والطاقة والصناعات أنت تستفي دول كثيرة تستثمر في موارد البشرية ونحن نتحدث عن الدول التي تستثمرها في مجال أن يكونون عمالة وإنما كخبراء وكمهندسين وكاستشاريين ومبرمجين ينتشروا في أسواق العالم وقد يقودوا كبريات الشركات في أكبر الدول في العالم كيف ترى تأثير تأثير الاستثمار في الموارد البشرية على الاقتصاد الوطني الاستثمار في الموارد البشرية لا يحدث عن الكماليات التي يقول أنه عندنا حققنا هذا هذا أصبح من الأساسيات قبل الاستثمار في الانفراستركشا في البنية التحتية هذه أهم أهم عنصر من عناصر البنية التحتية هو الإنسان لأن بدون تهيلة لا يمكن تحقيق أو تنفيذ المشاريع الأخرى فيبقى هذا شيء أساسي ويجب أن يكون في مقدمة اهتمامات هذه الدول كثير من الدول ما عندها استثمار في موارد أخرى لا طبيعية ولا موارد نفطية ولا غيرها عندها العنصر البشري ونجاحها في الاستثمار في هذا العنصر ودول كثيرة لو من اليابان تأتي على رأسها وغيرها من الدول سنجابور وما شابه دول كثيرة الدول كثيرة عندها تروات طائلة لكنها لم تهتم بتنمية الموارد البشرية لا ما كانت تستطيع أن تستفيد من هذه الموارد الطبيعية والأمكانيات والأشياء الأفراء التي عندها بسبب عدم اهتمامها وعدم بالعنصر البشري وبالتنمية البشرية تنمية البشرية أساسية في أي تقدم ومتقدم البقاء موارد أساسي لإقتصاد نعم أولا الاقتصاد أنا أقول لك مو بس الاقتصاد البقاء في هذا الحياة الآن يعتمد على إمكانية تنمية الموارد البشري الاستمرار ما بالك بالتقدم وذي يعني أصبح أنصر من عناصر البقاء عندي سؤال أخير وهو ما النصائح التي تويت تقديمها ساعتك لأصحاب الأعمال سواء كانوا رواد أعمال أم حتى أصحاب أعمال عريقين في السوق ويمكن حتى يكونوا في الجيل الثاني والثالث يعني أنا أعتقد أن الكل من رجال الأعمال يدركون أهميتهم ولا يحتاجون إلى نصيحة أحد إنما من منطلق الإجابة على مثل هذا السؤال أنا أعتقد أن أهم شيء هو الأنصر اللي أنت ذكرته هي مجموعة من العناصر اللي يجب الآن على الرجل الأعمال أن يضعها على قمة أولوياته وقمة اهتماماته فيما يقوم به مثل ما تفضلت يعني أنت قضية الابتكار الابتكار بمعناها أن المقدرة على والآلية اللي تأهلك وتمكنك لمواجهة التحديات اللي ذكرناها لكثيرة في سوق العمل المنافسة وما شابه وتقلبات السوق وتغير أذواق المستهلك وكثير من العناصر تشكل تحدي لصاحب العمل وعليه أن يكون مستعد لهذا التحدي بقضية الاهتمام بموضوع الابتكار الابتكار هو التفكير في الحلول المناسبة للمشاكل والمعضلات والتحديات التي يواجبها طبعا هناك الخصائص والاحتياجات الأساسية هي الثقة في النفس والاستبرار في الجهد مضاعفة الجهد والتحلي بروح الإيجابية لأننا عدنا بعد مشكلة أحيانا أن الإنسان أحيانا يلجأ إلى السلبية في التحديات تخليه يتراجع بدل ما أن يتقدم ويحط اللوم على المجتمع على القوانين على الأنظمة ورغم أن هذا يكون صحيح لكن هذه لا تلات يجب أن تؤدي إلى أن يسيطر عليك الإحساس من الإحبار لو جريت جريل وحوش أو ما شابه لك أن يعني تؤمن بنفسك بمقدراتك بثقتك بالله بأن الأمكانيات موجودة وأن سوق العمل فيه أبس أن داون سيصير فيه انقفاض سيصير فيه ارتفاع ويستطيع رجل الأعمال أنه هو متمرس ومتمكن وقادر أن يستمر وأنا أقدر أقول لك أبشرك باختلاطي برجال الأعمال أن الحمد لله رجال الأعمال في البحرين كلهم يتسلحون بكل هذه الخصائص والخصال ومن يتخلف عن ذلك طبعا يتراجع ويبقى في المؤخرة إنما الذين يلتزمون ويدركون أهمية هذه العناصر هم موجودين الآن في المقدمة وهم يقيدون الاقتصاد وهم أعمدة الاقتصاد وهم على أكتافهم يعني تقوم حركة الاقتصاد أبو مشعل هل الابتكار يقتصر على الشباب أم من هم في خضام العمل ورجاع الأعمال أم حتى لو وصل مرحلة أنه قال أنا سأولي الاهتمام بالأعمال لأبنائي وبناتي وأنا سأتفرغ مجرد للتفرج على ما يعملون هل تعتقد الابتكار سيقف عند فئة معينة أو جيل معين أم الابتكار مفتوح حتى لمن هم تركوا الأعمال لأبنائهم طبعا الابتكار بابا مفتوح ولكن لازم أن ندرك ونعرف أن الناس طبعا مختلفة نعم في ناس عندهم فكرة والله الحمد لله أنا قمت بدوري نعم وأديت واجبي وحان الوقت لي لأن أرتاح وأترك المجال لغيري لأنه بعد في ناس عندهم فكرة أنه يعني عدم استحواذ الدور والإدارة وكذا خل المجال لغيري فيلجأون أحيانا إلى الراحة والابتعاد والابتعاد عن النشاط ولكن أنا في تصوري أن الواجب يختلف لما تصل إلى مرحلة من المراحل وتكتسب هذه الخزينة أو الثروة التي تراكمت من الخبرة والمعلومات والمعارف يجب أن تستغلها ويجب أن الآخرين يستفيدوا يعني هو يظلم المجتمع أنه ما يشارك المجتمع بما تعلمه سواء كان أبناءه أو مجتمعه أو مؤسساته هذا صحيح طبعا الناس اللي عندهم عنصر العطاء والاهتمام بالعطاء لا يلجأون إلى مثل التخلي عن دورهم في المجتمع وبل يسامون في مواقع مختلفة ويستنهضون ويستفيدون من خبراتهم لتحقيق المزيد من النجاح المزيد من العطاء وإعطاء الآخرين يعني توفيرا للآخرين كمستشار يعني ممكن جدا الواحد يلعب أدوار مختلفة يمكن أقل جهدا تحتاج تناسب الرغبة في الاستنقان يمكن كتابة أفكار كتابة أفكار وغيرها من المجالات الموجودة للإنسان اللي يعني يصل لمرحلة التقاعد هذا الكلمة اللي كنت أنا دور عليها التقاعد يمكن كلمة قاسية تقاعد لا أنا بحد ذات كلمة غير مستساغة والله أنا بتقاعد يعني كأن وقد تكون مناسبة لعهد سابق اللي هو العهد الصناعي القديم أنا الآن في الثورة الصناعية الرابعة الآن حتى لو قاعد بالبيت يستطيع عمل بودكاست يستطيع عمل يكتب مقالة ممكن ينشر ريسيرش أو بحث نعم في التاريخ والتجارب الإنسانية أثبتت في كل الوقات حتى الناس اللي ياخدوا التقاعد عندهم هناك نوعين نوعين يستمر في عطاء بمختلف الطرق والوسائل أنا دائما نقول ترى هذه الطرق والوسائل كانت متوفرة في ذلك الوقت الأسانيب دي ولكن الآن وسائل تطورت وجعلت الإنسان أسهل الآن أنت تؤدي دورك من بيتك أنت هاي الناس يديرون مؤسسات وهم قاعدين في بيوتهم أنت عن بعد العمل عن بعد صار الآن موجود فتطور المجتمع وما ترك لنا ذريعة أو حجة أن نتقاعد أو نتقاعس هذا 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 هو الدور لازم ضد ضد بطب بمشعل طبعا أنا يعني أنا صراحة استفدت كثيرا تعلمت الكثير في هذه اللقاء ويعني لا تبخل علينا في لقاءات أخرى قد تكون في بودكاست من الآخر أو أي لقاءات أخرى بمشعل لقاء رائع أنا شاكر لك وقتك الثمين وأقدر لك كل مشاركتك سواء كانت مشاركتك معنا في حياتك الشخصية أم في حياتك العملية أم أيضا حينما كنت على رأس وزارة العمل شكرا جزيلا يا أبو مشعل وإذا كان عندك أي تعليق تفضل لأنا اللي شاكر لكم وأحب أن أسجل هنا بالتقدير والثناء أيضا إلى الدور التي تقوم به الجمعية في تصوري منذ البداية أن من أهم الأدوار التي يكون بها الجمعيات هو دور جمعياتكم لأن منطلق مما ذكرنا من قبل أهمية تنمية الموارد البشرية التي هي قاعدة وأساس أي تطور أو أي نمو بل قلنا أن أساس البقاء الآن صارت وذكرنا أمثلة على دول يعني ليس لديها أي موارد إطلاقا ولكنها استغلت الموارد البشرية وطورتها وصارت في أوائل وفي مقدمة الدول المتطورة والدول الغنية والدول المنتجة وهناك دول أهملت هذا الجانب هو تنمية الموارد البشرية رغم وجود الموارد الأخرى الطبيعية لأنها لم تستطع أن تستفيد من تلك الموارد بسبب عدم تهيل الموارد البشرية لها فلكم كل التوفيق ونتمنى لكم ونتمنى من الجميع أن يدرك هذا نتمنى من الجميع أن يساهم في دعم جمعيتكم ومؤسستكم وجهودكم الخير شكرا جزيلا لكم سعادة الأستاذ عبد النبي من عبدالله الشعلة على هذه المشاركة القيمة وإلى لقاء آخر في بودكاست آخر من الآخر لكم تحياتي عبدالله الحامد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر